خير الكلام مع نديم الحسن تعلمنا من قول الخالق سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات يا الله ما أحلى هاي الآية الكريمة وكل كلام ربنا سبحانه وتعالى عملت غلط أكيد مطلوب أنك تندم يعني تتمنى لو الزمن يرجع ما تعمل هذا الشيء وتكون متضايق ولا تفتخر أنك عملته لكن حقيقة الندم بده يكون لمرحلة زمنية مؤقتة إيش اللي أنا لازم أنشغل فيه ما أضلطو العمري أجلد في نفسي وأبكي على هذا الشيء ليس استهانة بالذنب أعوذ بالله وإنما لأنه الأهم أنك أنت تنجز إن الحسنات يذهبنا السيئات لنفترض في بنت زعلت أمها تخيل أنها بدأت عاقب حالها 48 ساعة في البيت وضلها تبكي لأنها ضايقت أمها الأم شو استفادت؟ لا شيء لكن لو أنها قعدت مع حالها ساعة راجعت نفسها وبكت وفعليا ندمت وأخدت قرار ما تعيدها بعدين قامت وقعدت معها ومزحت معها ودردشت معها هاي الحسنة بإذن الله تجب السيئات اللي قبلها إحنا وين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها يا الله ما أحلى هالحديث كأنه نمحه كأنه ما كان إليه وجود ليش؟ لأنه أنت بالحسنات أصلحت السيئات طيب هذا الكلام بس في العبادة هيقاعدة لكل الحياة ليش؟ لأنه خير الكلام كلام ربنا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يعني لو أنا كنت كتير مقصر بدراستي شو أعمل؟ مش مفروض تقعد تبكي وتجلد بحالك كتير اندمي شوي عشان تاخد عزيمة للدراسة وبعدها يلا شد حيلك وشمر همتك بالدراسة طيب لو أنا كنت مقصر بحق صحتي وأسناني بيوجعوني شوي أقعد مع حالك رتب أفكارك واحجز أول موعد عن طبيب الأسنان ليش؟ لأنه إن الحسنات يذهبنا السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هاي قاعدة من قواعد النجاح في الحياة تعلمناها من أجمل كلام كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الكلام خير الكلام مع نديم الحسن